طيب هنروح لكرة طائرة شباب عندنا خبر جاي جدا منتخب مصر الشباب فاز ببطولة أفريقيا مؤخرا منتخبنا الوطني لشباب الكرة طائرة تحت 21 سنة قدروا أن يفوز بلقب بطولة أفريقيا واللي تلعبت في تونس في الفترة من 15-22 أغسطس اللي احنا فيه بالمناسبة النهاردة وزير الشباب الرياضة كان بيكرم هذا الفريق البطل المنتخب كان فاز في النهائي على منتخب تونس بنتيجة 3-1 وضمن كمان منتخبنا أنه يتأهل بطولة العالم اللي جاي واللي هتكون في صيف 20-23 ويبدو أن 20-23 طبعا ده الصافي ابن طبعا حمزة الصافي ابن كابتن يعني كابتن الصافي الكبير حمد الصافي الكبير وأسطورتنا ومدير فن السيدات المنتخب كان بيدم بين صفوف أربع لعبين من نادي الأهلي من أصل 12 وهم حمزة حمد الصافي اللي شوفنا صورته من شوية واللي خد أحسن ضارب المركز أربعة وزياد أسامة وعبدالله أسامة صور ومحمد ياسر عبد المنعم ومعهم كابتن هاني مسلحي نجم الأهل السابق كمدرب ولكن يبقى المنتخب يعني ببركة أمل للكرة الطائرة إن شاء الله أنها تستعيد تاني مستوها وهيبتد المستوى بالدوري أتمنى طبعا ما بقاش فيه تبضيل نادي على نادي في أي حاجة نتمنى أن الموضوع يمشي فير بلاي ويطرق الموضوع للأكفى وبدون أي لوائح وتدخلات عشان تروح الدنيا في اتجاه معين طبعا حضراتكم فاهمين أنا أتكلم عن إيه أتمنى أن التلامة وجد المسابقة جيدة عندنا في كرة السلة أكبر دليل ومسابقة جيدة ووجد العدل في المنتخبات ووجد كفاءات في المنتخبات والاختيار بكفاءات وليست لأمور أخرى أتوقع أن الكرة الطائرة إن شاء الله تستعيد عرشها مجددا بإذن الله